السلام عليكم ورحمة الله قال عبدالله بن عباس رضي الله عنه أرضاه والحسن وقتاده لما جرى يوم أحد ما جرى وترك الرمات مواقعهم وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب رفع الله بها درجته فشج رأسه أي جرح صلى الله عليه وسلم في رأسه وسال الدم على وجهه الشريف وكسرت رباعيته ومعنى الرباعية السن التي بين الثنية والناب فكانت الرباعية المكسورة هي السفلة من الجانب الأيمن لفك الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح عن وجهه الدم ويقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدوهم إلى ربهم عز وجل فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقيل بل نزلت في رؤساء المشركين كصفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام وغيرهم الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في غزوة أحد إيزاء شديدا فهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في صلاته فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء ليس لك أيها الرسول من أمر العباد شيء بل الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له وإنما عليك البلاغ والإرشاد ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولعل بعض هؤلاء الذين قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيسلموا فيتوب الله عليهم وتأمل معي أخي الكريم أن من تاب عليهم هو الله عز وجل وأن من يسر لهم سبل التوبة هو الله عز وجل وأن من أنار بصيرتهم للإسلام هو الله عز وجل أو يعذبهم فإنهم ظالمون ومن بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة بسبب ظلمه وبغيه وتأمل معي أخي الكريم أن الله عز وجل رتب العذاب على ظلمهم وذلك من كمال عدل الله تعالى وحكمته وأنه لم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه وقد تاب الله على هؤلاء وغيرهم فهداهم للإسلام رضي الله عنهم ولك أن تعلم أن سهيل بن عمر لما وقعت حروب الردة قام خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام ثم جاهد في سبيل الله في معركة اليرموك ومات غازيا للشام في طاعون عمواس أما الحارث ابن هشام فقد أسلم وحسن إسلامه وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقال لا أدعوا درهما أنفقته في قتاله إلا أنفقت مثله في طاعة الله وطاعة رسوله ثم خرج للجهاد في سبيل الله واستشهد في معركة اليرموك أما صفوين بن أمية فقد أسلم وحسن إسلامه وشهد معركة اليرموك رضي الله عنهم أجمعين وماذا نستفيد من تلك الآية الكريمة اختيار الله غالب على اختيار العباد والعبد مهما ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيارة والمصلحة في غيره وإن كانت الآية الكريمة نزلت تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن وغيرنا من باب أولى فليس لنا أن نحكم على شخص كائنا من كان بحكم مطلق وليس لنا أن نلعن شخص بعينه وكم من إنسان حارب الإسلام في بدايته ثم تاب الله عليه فتاب وصار من المدافعين عن الإسلام وأخيرا لكل إنسان متشائم ينظر إلى المستقبل بمنظار أسود اعلم جيدا أنه ليس لك من الأمر شيء وكنت عليه ابن أبي طالب كرم الله وجهه حين قال أنا رجل أعيش بالأمل فإن تحقق فبفضل الله وإن لم يتحقق فقد أعشت به زمنا جزاكم الله خيرا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون اشتركوا في القناة